بقت هيئة التجارة تابعة للأمم المتحدة نقوص الخطر من تعطول التجارة العالمية بسبب الهجمات في البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا والغفاض منسوب المياه في قناة باناما وحذرت الهيئة من أن تكاليف الشحن ارتفعت وتأثرت أيضا تكاليف الطاقة وتكاليف الغذاء مما يزيد اليوم المخاطر التضخم ويشكل مخاطر جسيمة على الأمن الغذاء العالمي ضيفي من لندن للحديث عن هذا الموضوع أستاذ الاقتصاد السياسي ناصر قلوون أستاذ ناصر أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار أين نحن يا أستاذ ناصر من هذه الأزمة العالمية التي تحذر هيئة التجارة منها يعني استمعنا خلال المئة يوم اللي مضوا من هذه الحرب إلى الكثير من التحذيرات أين نحن اليوم حقيقة؟ أقول نعم تحذيرات لكن ما يشفع أن أسعار الطاقة النفط والغاز لم ترتفع كما كنا نخشى هذا رقم واحد لأن بقية الأمور ارتفعت أسعار الشحن أسعار التأمين ثلاثة أربع مرات الآن بعد موسم الميلاد لأن بضائع أعياد الميلاد الموسم أتت قبل الأزمة الآن بدأنا نشعر بها بتغيير مسارات خطوط الملاحة بتحذيرات من قطع الغيار كما قلت الحبوب هناك عندي تحذير من مجاعة في إسيوبيا بتناقص الغذاء بكذلك تحذيرات أو توتر إيراني الصيني ضغط أمريكا على الصين للتدخل الصين هي غائبة وتقريبا روسية تقريبا بأزمة البحر المتوسط وقطاع غزة الآن جيك سوليفان قال يلتقي بوزير الخارجية الصيني وبالطبع الصين لا تتبع مجانا بأن الخطوط الصينية غير الرئيسية تستفيد من الملاحة الآن إلى الأردن إلى السعودية وإلى جيبوتي بمعنى هناك استغلال لوضع من مصاعب على الأقل 7 من أصل 10 خطوط ملاحية رئيسية بالعالم قررت تغيير الوجهة من البحر الأحمر إلى رئيس الأرجاء الصالح الحديث عن 16 سفينة خلال الساعات الماضية المزيد من السفن المحملة بالحبوب أستاذ ناصر ابتعدت عن قناة السويس وأبحرت كما ذكرت لي نحو رئيس الرجاء الصالح هذا بأسبوع واحد هل يعني أنه نحن سنشعر بهذا التغير أو بهذه التداعيات بالقريب العاجل يعني كم نحتاج من الوقت قلت لي في بداية المداخلة أنه أسعار النفط والغاز لم ترتفع وهذا مؤشر جيد حتى الآن نعم بهمة الإمارات والسعودية وربما فتح سوق فانزولا للتصدير هذا رقم واحد اثنين بأن يعني الضغط الآن يعني أولا الاقتصاد المصري العدد عندي كان هناك ربما 1500 سفينة تعبر في الشهر في العام الماضي يعني في شهر يناير الماضي الآن ربما 920 سفينة إذن اقتصادية كل حوض البحر الأحمر السفنة التي تفرغ في موانئ معينة ثم تذهب تفرغ حاويات خصوصا وحبوب هذا يتأثر لا تنسي أن الأردن يعتمد بشكل أساسي على خليج العقبة وبالتالي هذا الأمر يؤثر في نقوص الخطوط الدولية عليه إذن الاقتصاديات المحلية كما في إثيوبيا مصر الأردن يتأثر بشكل سلبي كبير نهيك عن اليمن التي 3-4 سكانها يعتمدون على مساعدات دولية اقتصاديات المنطقة تستطيع التحمل السعودية والإمارات عندها خطوط بديلة لكن ما يقلق الوكالات الدولية أنه عندي كام هائل بصراع إثيوبيا والسودان الآن والقرن الأفريقي هي عرضة تاريخية للمجاعة بأي أزمة تحصل وعندنا ذكريات مؤلمة بهذا الإطار من دون ما ننسى أنه تقريبا 7 ملايين طن من الحبوب عادة تمر عبر السويس عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر وأيضا هذا الرقم كل شهر أستاذ ناصر هذا يعني أنه أي تصعيد الآن سيجر العالم أجمع إلى أزمة هل حقيقة نقترب من أزمة أمن غذائي؟ نحن نراقب كل خطوط الشحن الدولية يعني الألمانية الفرنسية يعني الكبرى الدنيماركية كلها غير أنا عندي نعم النفط والغاز شحنات قطر للغاز قد تمرعب الرجاء الصالح يحصل تأخير أسبوعين ثلاثة لا مشكلة تعلمنا سيدتي من أزمة الكورونا لكن ما يحصل الآن هناك أمور لا نستطيع التغلب عليها كنا يعني نتحدث عنه نحن أيضا وعلى ما يبدو الجانب الأمريكي يحث الصين بشكل أو بآخر للضغط على الإيرانيين لربما لوقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر هل ستنجح بكين في ذلك برأيكم؟ هناك أمل أمريكي وهذا يعني للمفارقة بأن الصين نجحت العام الماضي باجتراح اتفاق سعودي إيراني بالطبع نفذ بعض بنونه والبعض الآخر لم ينفذ لكن بمعنى افتقار الولايات المتحدة للخيارات الإيجابية هي تدعم إسرائيل 100% من أول يوم بحرب لكن تريد من حلفاء إيران مثل الروسية يعني بطريقة غير مباشرة لكن الصين حتى تضغط على روسية لوقف أوكرانيا نزيف أوكرانيا ولا إيران هل هذا مجاني؟ الصين عندها طلبات تايوان عندها مشكلة في شرق آسيا لكن أمريكا تريد أن تقول أن الرخاء الصيني والآن عندنا اقتصاد الصيني بعض أمور الضعف أنه رخاءه معتمد في آخر 20 سنة على السوق الأمريكية والأوروبية وبالرغم من الحرب التجارية والمواجهات بمقام أخير هو يعتمد الصادرات إلى أوروبا إلى أمريكا وبالتالي لا خيار للصين لرخاء الشعب الصيني إلا أن تبنى هذه العلاقة رغم التنافس يا أصد مصر أن اليوم ما بين التنافس الأمريكي الصيني على هذه المنطقة وما بين هذه المصالح التي تضرب نهاية المطاف إمدادات الصين ما الذي ستختاره برأيكم؟ بكين هناك رأي يقول هل الأساطين الأمريكية بضربات الحسيين والبريطانية تحمي التجارة الصينية؟ هذا سؤال مشروع بمعنى هو يضرب خزائن بريطانيا وأمريكا بريطانيا الآن عندها مشكلة كبرى في تمويل التوسع العسكري بالتجنيد وعندي قشعريرة الآن في بريطانيا من التلويح بالتجنيد الإجباري لأن الجيش البريطاني هو ليس سوى 75 ألف شخص متمرن وبالتالي هناك شكوى ضمور الخزائن الغربية الفقر في ترسانة شمه فارغة بسبب تزوير أوكرانيا وبالتالي مصادر مالية مصادر عسكرية برأي حلف شمال الأطلسي يعاني وهو يلجأ أحيانا للدعاية الجبهات تفتح برأيي والصين لن تعطي أي شيء مجاني أول جائزة هي تايوان ونحن نعرف أن أمريكا تزود تايوان بالأسلحة المتطورة إذن اللائحة طويلة هل تنتظر بايدن حتى يعود إلى البيت الأبيض هذا أمر برأيي ربما تنجح إدارة بايدن بتخويف الصين أن ترامب إذا لم تأخذوا جوائز مني أنا أو منكم تعطوني الأنجوائز سيعود ترامب وترجع الحرب التجارية مرة أخرى على الصين الآن السؤال الأكبر كيف سيتعامل الجانب الإيراني مع ذلك يعني إيران من ربطت أستدقى لونا أخذك معي إلى السياسة قليلا لكن من ربطت أحداث البحر الأحمر بما يجري في غزة أو بحرب غزة كيف يمكن لها أن ترضخ اليوم لهذه الضغوطات الصينية أنا لا أخفي شيئا إذا قلت أن إيران كانت في موقع الدفاع منذ حرب غزة ونفضت يديها من الأمور العملاتية لكن افتقارها بمعنى الشارع العربي والإسلامي أنها لم تتدخل كما وعدت سابقا عبر حلفائها جعلها تلعب ورقة الحوصي لأن اليمن كما تعلمين عنده كارثة إنسانية وبالتالي هذا الأمر ليس له بمعنى فواتير كبرى كضرب جنوب لبنان ونحن نعلم الأمور الأمريكية إذن إيران رأت أنها استفادت من هذا الأمر بضرب التجارة العالمية بمعنى توسق يديها عمليا الآن برأيه عمليات بيع وشراء ونعلم في العالم الغربي أن يقولون عن الإيران أنه تاجر السجاد يحيق السجاد لكن هناك ضحايا هناك عمليات متبادلة مع إسرائيل في العراق في لبنان هل تنتظر هذه الأمور للبيع والشراء؟ أنا أقول أن الحسيين لكن هو بحاجة أيضا يا أستاذ ناصر هو الذي يعاني سنوات من العقوبات الأمريكية بحاجة ربما لتحريك ما يجرأ اليوم وكثر من يعتبرون أنه كل ما يجري يصبه في مصلحة الاقتصاد الإيراني صحيح وهناك كان توتر حتى إيراني الصيني مؤخرا بأمور معينة لها علاقة بالنفط بأسعار النفط قصدي لكن لا أقول هناك رأي عام يقول أن لا يمكن أن نقول أن الصين ممكن أن تضرب علاقتها مع إيران بالرغم أن الأرقام تعطيني تراجع في حجم التجارة البينية بينهما باستثناء النفط لأن الصين تأخذ 10% من نفطها من إيران لكن إيران هي المحتاجة أكثر من الصين وبالتالي هناك أمل غربي قد يكون كاذب بأن إيران ستتراجع قليلا وإن كان بشكل غير رسمي يعني تكارم الصين وتعطيها هدية للصين سنكون بانتظار هذه الهدية التي ستنعكس كما ذكرت لنا إجابا على الوضع شكرا لك الأستاذ ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي من لندن